أهلا وسهلا بكم في جزء الثالث من المحاضرة الثالثة من مقررت قناة تصوير الطبي المحاضرة الثالثة عن موضوع التصوير بالرانين الماغناطيسة هنستكمل المحاضرة الثالثة البتث Elite 24 المحاضرة الثالثة بجزء الأول كلمنا عن فكرة العمل و небات نا�мов بانواع تصوير بيننين الماغناطيسي هابت ل اليوم تكلمو حول التعريف بالأجهزة الحالية و صور الجزء الماغناطيسة نتذكر مع بعض طريق تكوين صورة الرانية المالاطيسي نحن كنا نتواصل مع الذرات ونقيس شدة الرد ونسجلها ونستعمل الحقيقة كان فيه استعمال طرق مبديع الحقيقة في تمييز مصدر إشارة الرد عشان نقدر نرسم خريطة لتوزيع شدة الرد في الأماكن المختلفة داخل الجسم نقدر برضو نستعمل طرق مختلفة لإرسال واستقبال موجات الراديو لتكوين صورة ذات تباين مختلف لنفس المكان وبنقدر نحلل إشارة الرد لاستنباط خصائص حركات الذرات ومكانها داخل جزئيات الوضوية عشان نقدر نستعملها في تصوير الحركة اللي هي زي تدفق الدم أو تصوير تركيب الكيميائي فيه سؤال مهم جدا لازم نجاوب عليه هو احنا ليه اختارنا نواة الهايدروجين بالذات الحقيقة احنا قلنا ان ظاهرة الرانية المالاطيسي موجودة في عدد من الذرات مش بس الهايدروجين ولكن النواة الهايدروجين بذلك بتتميز انها عندها وفرة في طبيعة وداخل الانسجة الحيوية وبتدخل في تركيب كل المواد الوضوية داخل الجسم والحقيقة احنا ممكن نصور ذرات اخرى زي الكربون 13 والفوسفور 31 اللي هو كربون 13 والفوسفور 31 دور برضو انواع من الذرات اللي داخلها في تركيبات كيميائية مهمة داخل الجسم الكربون مثلا مداخل في حاجات كثيرة جدا طبعا في كل المواد الوضوية والفوسفور بالذات مهم جدا بالنسبة لنقل الطاقة داخل الجسم بس الحقيقة هنشوف ان احنا استعمال الانواع دي الحقيقة ممكن يبقى مش بنفس الكفاءة بتاع الهايدروجين ولكن يعني بيستعمل في بعض الحالات بس مش في غالبية الحالات الهايدروجين الحقيقة هي اهم نواة بتستعمل في تصوير الرانيين مغاماتيسي الهايدروجين الحقيقة الوجوده في الطبيعة النوع بتاع الهايدروجين اللي هو هيدروجين 1 ده اللي هو النظير بتاع الهايدروجين اللي هو فيه بروتون بس ده بيبقى وجوده في الطبيعة حوائي 99.9 من 10 بالنسبة للوجوده في الانسجة الحيوية بيبقى حوائي 63% بنتكلم على 63% ده برضو يعتبر رقم كبير جدا ان هو طبعا ذو اهمية كبيرة الحقيقة في التصوير البرانيين مغاماتيسي الكاربون الحقيقة لو احنا بصينا على الكاربون نلاقي ان هو قلب كتير جدا في الطبيعة وفي الحقيقة برضو هنا هنلاقي ان هو برضو قليل جدا بالنسبة للهايدروجين وهنلاقي ان احنا طبعا لو احنا بصينا على الديستريبيوشن او التوزيع بتاع العناصر دي في الجسم مموما بالوزن هنلاقي ان الهايدروجين حوالي مثلا 10% الكاربون حوالي 19% بس هنلاقي طبعا نسب بتاعت الوجود الاثنين طبعا هي هنا 63% وهنا يعني بنكلم على اقل من 1% يعني حوالي 10% طبعا اقل بكتير جدا فهنلاقي ان احنا في الاخر ان عدد ذرات الهايدروجين اللي هي هترد علينا هيبقى اكبر بكتير جدا من عدد ذرات الكاربون او عدد ذرات الفوسفور او عدد ذرات السوديم او اي واحدة من الانواع التانية اللي ممكن استعملها ففي الحقيقة هنلاقي معظم اجهزة الرغيمة النطيسي لازم يبقى فيها كلها لازم يبقى فيها تصوير ذرات الهايدروجين وفي بعض منها ممكن يصور لنا انوية اخرى زي الكاربون وزي الفوسفور لو احنا حبينا ناخد فكرة عن مكونات جهاز التصوير الرغيم المعناطيسي هنلاقي ان فيه جزء اللي فيه المعناطيس وفيه ترابيزة للعيان ده الحاجة اللي هي العيان بيشوفها بيبقى فيه هنا علشان المعناطيس ده يفضل شغال بشكل سليم بيبقى فيه هنا بعض الاجهزة اللي بتسمح بتبريده عشان المعناطيس نفسه يبقى في درجة حرارة تعتبر قليلة جدا بيبقى فيه عندنا الكمبيوتر اللي هو الحاسوب اللي بيستعمل فيه التشغيل بتاع الجهاز نفسه بيبقى فيه عندنا كمبيوتر تاني او حاسوب تاني ده بيبقى للدكتور عشان يقدر ان هو يقعد يشخص منه بيبقى فيه عندنا بقى مجموعة من الدواليب كده بتبقى يعني تحتوي داخلها على المكونات الالكترونية بتاعة الجهاز بيبقى فيه برضو جزء فيه الوحدة بتاعة التغذية الكهربية بيبقى فيه عندنا حاجة زي طابعة كده باستعمال الليزر عشان تطبع لنا افلام طبعا غالبية الصور دلوقتي بقى تتحط على يعني سي دي او تحط على حاجة يعني تبقى في الاخر بشكل الكتروني بس بعض الاطباء بيطلبوا الصورة في شكل فيلم فممكن باستعمال جهاز التطوير بتاع الليزر ده هو النادر نحصل عليها في عندنا مجموعة من الملفات هي دي اللي بتعمل التواصل بين الذرات دي هي دي اللي بنبعث بيها هي دي المحطات الارسال اللي احنا بنبعث ونستقبل بيها الحقيقة هنتكلم عليها بعد شوائز غيرين دي الحقيقة لها انواع واشكال مختلفة هنتكلم عليها علشان لها مميزات معينة كل نوع بيختلف عن التاني لو احنا خدنا مقطع كده في جهاز الرانين نفسه هنلاقي ان المريض طبعا بيكون موجود جوه حاجة مغلقة بشكل كده كده ده النوع اللي هو بنسميه الجهاز المغلق هنتكلم علي الفارق بينه وبين المفتوح بعد لحظة وبيبقى حواليه بقى كل الاجهزة اللي بتسمح بالتواصل مع الذرات بتاع الهيدروجين داخله طبعا المريض بيبقى موجود برا وبعد كده ممكن الترابيزة نفسها او المكان اللي هو نايم عليه دوت بيقدر يخش جوه للوسط بتاع المغناطيس اللي موجود بحيث يبقى متعرض للمجال المغناطيس القوي اللي موجود جوه المغناطيس الكيبية دوت ملفات بتاع ارسال واستقبال موجات الراديو هي دي نقدر نعتبرها في الامثلة اللي احنا اتكلمنا عليها في فكرة عمل الجهاز هي عبارة عن محطط الارسال وعن جهاز الراديو الحقيقة هو نفس الحاجة اللي بنستعملها علشان نبعد بيها الموجات الراديو هي نفسها الحاجة اللي بنستقبل بيها نتيجة لان احنا مش محتاجين نبعد ونستقبل في نفس الوقت زي ما احنا قلنا في المثال التوكي ووكي ما كانش ينفع ان احنا نبعد ونستقبل في نفس الوقت فهين نفس الوضع بالضبط في عندنا بقى اشكال مختلفة زي ما احنا شايفين كده كل واحدة من دول هي عبارة عن يعني وسيلة اتصال بالذرات يعني تقدر تبعث الموجات الراديو وتقدر تستقبلها برضو الفارق بينهم بعضها هي جاية من القاعدة دي ان كلما كانت الملفات الرسال والاستقبال بالضبط في حجم ما يراد تصويره يعني حجمها او المكان اللي جوه فيها دوت على يعني مساحته او حجمه قد الحاجة اللي انا عايز اصورها بالضبط كلما زاد نقاء الصورة يعني انا دلوقتي لما استعمل حاجة كبيرة كده عشان نصور حاجة بحجم صغير كده الصورة بتطلع لي كويسة وكل حاجة بس ما هيش من درجة درجة النقاء لما بحصل عليها من حاجة على حجمها بالضبط فبنشوف هنا في عندنا مثلا ده شكل من اشكال الملفات المستعملة في تصوير المخ ده شكل تاني ده بيسموه الحقيقة اسمه بالانجليزي قفص العصفير الحقيقة ده هو الحقيقة شكله علشان هو شبه قفص العصفير الحقيقة من حيث التصميم بتاعه ده برضو نوع من انواع الملفات اللي مستعملة في تصوير المخ ده بيستعمل في تصوير مثلا الزراع دي عبارة عن ملفات توتاور مارينة نقدر نصور بها القلب مثلا تتحط على القلب دي ملفات سطحية تتحط في اي مكان بقى حسب المكان اللي انا عايز اصوره فهنا برضو هنشوف ملفات حجمها صغير وملفات حجمها كبير وحسب المكان اللي انا عايز اصوره والحاجة اللي انا عايز اصورها كل مكان صغيره كل محتاج تستعملها الملف الصغير كل مكان كبيره بحتاج استعملها الملف الكبير ده برضو نوع من انواع الملفات اللي ممكن بيها نصور القلب وده برضو تعتبر بتركب على صدر المريض وممكن ان احنا نصور بها القلب ده بقى بنشوف مجموعة من ملفات زي كده بالظبط محطوطة بقى على العيام من الوقت اخره وده الحقيقة بتستعمل في ان احنا نقدر نصور بها كامل الجسم طبعا احنا شوفنا ان فيه تطبيق ان احنا نقدر نصور تصوير تشريحي لكامل الجسم فده الحقيقة بنحتاج ان يبقى فيها عندنا ملفات متصرة بالمريض من اول راسه لغاية قدمين فبنقدر نعمل الكلام ده بشكل ملفات بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت بالنسبة لاجهزة التصوير بقى نفسها نقدر نصنفها لتصميمين التصميم الاولاني هو التصميم المغلق وده اللي موجود في معظم الاجهزة والتصميم مفتوح اللي هو بشكل اللي احنا شايفينه هنا دوت الفارق بين الاثنين ان المريض هنا بيدخل في مساحة مغلقة بيخش اكنه بيخش في اسطوانة مفتوحة من القاعدتين بتوعها بس بيبقى هو داخل الاسطوانة الحقيقة يعني يعتبر في مكان ضايق شوية فممكن بيسبب بعض القلق او بعض الخوف في بعض الاحيان بالنسبة للعيانين الجهاز المفتوح الحقيقة بيبقى المريض فيه موجود بشكلها شايفينه هنا دوت والحقيقة بيبقى مفتوح من الجانب هنا فما بيبقاش الحقيقة المريض حاسس باحساس الخوف من اماكن ضايقة زي ما بيحس بيه في تصميم المغلق دوتا فيه الحقيقة اختلافات كتيرة بين الاثنين الحقيقة هنشوفها في السلايد اللي جاي لو حبينا نتكلم على الفوارق بين الاجهزة المغلقة او المفتوحة لو احنا اخدنا نقطة المقارنة اللي هي شدة المجال المعناطيسي وانتظامه وقوة الاشارة اللي بترجع لنا من ذرات الهايدورجين اللي جاية من الجهاز دوتا الحقيقة كل ما كانت شدة المجال المعناطيسي اعلى كل ما كانت الاشارة اعلى وعشان كده الحقيقة التصميمات الجديدة كلها هنلاقي ان هي بتروح نحية شدة مجال المعناطيسي الحقيقة كبيرة فبنلاقي ان في الاجهزة المغلقة نقدر ان احنا نحصل على شدة عالية للمجال المعناطيسي ويكون منتظم ويكون قوة الاشارة الحقيقة عالية المجال المعناطيسي فيه بيتروح بين واحد ونص لغاية تلاتة تسلا وحدات المجال المعناطيسي هي التسلا التسلا هي عبارة عن عشر تلاف جاوس واحد جاوس هو عبارة عن مجال المعناطيسي بتاع الارض يعني المجال المعناطيسي احنا بنشوفه مثلا ان هو بيحرك لنا البصلة ده عبارة عن واحد جاوس فالتسلا عبارة عن عشر تلاف جاوس لما بتكلم على تلاتة تسلا بتكلم على تلاتين الف جاوس عشان نتخيل المجال المعناطيسي كبير قد ايه في الجهاز المفتوح بيلاقي ان شدة مجال المعناطيسي الحقيقة وانتظام وقوة الاشارة بتبقى محدودة عادة بتبقى أقل من نص تسلا يعني بنتكلم على ان هي بتبقى تلت مثلا اقل نوع من انواع الجهزة المغلقة ده الحقيقة بنتكلم طبعا هي مش نص مثلا معناها انه ممكن تنزل حاجة يعني قريبة من مجال المعناطيسي باع الارض لا احنا بنتكلم مثلا من اتنين من عشرة مثلا لغاية خمسة من عشرة فبنتكلم على يعني لها برضو مادة كده ما هواش مفتوح بالنسبة راحة المريض داخل الجهاز هنلاقي طبعا الجهاز المغلق بتبقى راحة المريض اقل ولكن ممكن تحمل الفترة القصيرة بتاعت اللي بيحصل فيها التصوير طبعا الجهاز المفتوح بتبقى طبعا الراحة اكتر وخاصة لمنع عندهم خوف لماكن ضايقة بعض الناس ما تدرش اصلا ان هي تخش داخل الجهاز المغلق فبالتالي بقى ما عندهاش اي يعني ما عندهاش اي اختيار غير انها تتخش جول الجهاز المفتوح بالنسبة لتكلفة التشغيل بتاعت الاجهزة المغلقة والمفتوحة لا في الجهاز المغلق بيبقى اعلى نتيجة انه بيستعمل مغناطيس كهرابي وقالبا بيستعمل انواع بتحتاج تبريد وتبريد ده الحقيقة بيبقى برضو تكلفة الصيانة بتاعته الحقيقة تعتبر مرتفع جدا فعكس الجهاز المفتوح اللي هو بيعتمد اساسا على مغناطيس دائم فمغناطيس دائم بيبقى الصيانة بتاعته اقل بكثير فبالتالي تكلفة تشغيله بتبقى اقل لو بنبص على نقاء الصور اللي بتطلع لنا من الجهاز المغلق والمفتوح نلاقي نقاء الصور بتاع الجهاز المغلق افضل بكثير الحقيقة الجهاز المفتوح الصور بتاعته بتبقى اسوأ ولو احتاجنا ان احنا نوصلها لدرجة النقاء بتاعت الجهاز المغلق بنحتاج وقت اطول للوصول لنفس الجودة يعني ممكن نحتاج مثلا من ضعف لتاعت اضعاف الوقت عشان نقدر نحصل على نفس الجودة اللي موجودة في الجهاز المغلق في بعض التطبيقات اللي هي المتقدمة زي تصوير التركيب الكيميائي والتصوير الوظيفي هنلاقي ان ده ممكن بجودة عالية في الجهاز المغلق وده بيبقى غير ممكن من الاساس او ممكن بجودة محدودة في الجهاز المفتوح فبالتالي لو في عندنا مريض محتاج يعمل مثلا تصوير تركيب كيميائي يعمل عينة افتراضية مالوش غير انه يعملها في جهاز مغلق فبالتالي احنا طبعا بنبص على الفروقات بين الجهاز المغلقة والجهاز المفتوحة عشان نقدر ان احنا نحدد انهي جهاز ممكن يبقى انسب بالنسبة للمريض وبالنسبة للشخص نفسه لو هو بيعمل تصوير الرانيين المغناطيسي طبعا بعض الاحيان في الوسط التجاري بتاع التصوير الرانيين المغناطيسي الناس بتحاول توصل ان الجهاز المفتوح هو احسن من الجهاز المغلق في الحقيقة زي ما احنا شايفين هو احسن في حاجة مهمة جدا وهي راحة المريض بس في الحقيقة بالنسبة لجودة الصورة والتطبيقات هنلاقي طبعا الجهاز المغلق هنلاقي ان فيه مزايا اكتر بكتير جدا من الجهاز المفتوح اخر حاجة نتكلم عليها في المحاضرة دي بعض الملاحظات على التصوير الرانيين المغناطيسي عموما هنلاقي ان الصور بتاع الرانيين المغناطيسي بيوجد فيها تشوهات في حال وجود اي مواد تؤثر على تجانس المجال المغناطيسي في منطقة التصوير دي الحقيقة بنشوفها في تصوير الرئة وتصوير العظام وتصوير اماكن اللي فيها شرائح معدنية او حشو معدني دي مثلا حشو الاسنان يعني لو احنا مثلا بصينا على الصورة دي دي صورة بتاعت المريض عنده مغير المفصل بمفصل معدني فهنلاقي ان في الصورة بتاعت دي اشعة سينية بتاعتها هنلاقي ان المفصل واضح جدا لو احنا صورناها بالرانيين المغناطيسي يطلع لنا بالشكل ده كده كل المنطقة اللي حوالين المفصل المعدني دي شكلها لونها اسود اللون بتاعها بيبقى اسود الحقيقة الحاجة اللي بتحصل فعليا ان وجود الشرائح المعدنية دي او الاجزاء اللي تبقى مختلفة دي بتغير تردد الرانيين بتاع ذرات الهيدروجين حواليها فبالتالي لما باجي ابعت نداء بتاعي بتردد الهيدروجين اللي هو يعتبر يعني يعني من غير ما يكون فيه اي تشوهات يعني هو نفسه ما بيسمعهاش ذرات الهيدروجين حوالين المنطقة دي ما بتسمعهاش فبالتالي ما بتردش فبالتالي بنلاقي المنطقة لحوالين الجزء اللي فيه شريحة معدنية او جزء معدني نلاقي ان هو فعليا ما فيش فيه اي ردود خالص جات لي من الزرات الهيدروجين فبيبقى عندي مشكلة الحقيقة ان انا استعمل التصوير بالرانيين المنطيسي في الحالات دي برضو الحقيقة الحركة اثناء التصوير تفسد جودة الصورة وبتم عادة التصوير في الحالات دي يعني دي مثلا صورة بالرانيين المنطيسي لشخص يتحرك داخل التصوير طبعا احنا متعودين على حكاية التصوير يعني التصوير حتى الفوتوغرافي لما حد بيتحرك ممكن الصورة تبقى تتهز بالشكل ده كده والحقيقة نفس الوضع هنا برضو في تصوير بالرانيين المنطيسي وطبعا التصوير بالرانيين المنطيسي الحقيقة مش بياخد جزء من ثانية دي تصوير الفوتوغرافي ده ممكن ياخد دقائق في بعض الاحيان وممكن بعض الاحيان ممكن ياخد اكتر كمان يعني في التصوير بتاع التركيب الكيميائي ممكن تبقى اكتر من 10 دقائق ممكن تبقى روبع ساعة فالنقطة انه لازم يبقى بالنسبة للمرضى اللي ما اقدروش يمنعوا نفسهم من الحركة يبقى لازم ياخدوا بعض المهدئات مثلا بالنسبة للطبيب علشان يعني يقدروا ان هما يستمروا في داخل الجهاز الرانيين المنطيسي من غير ما يتحركوا في فترة التصوير اشكركم من حصم تبعيدكم نلتقي ان شاء الله في الجزء الرابع ان شاء الله اشتركوا في القناة